اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحترمة كان فيها بوس وقالت ان ده ما يعتبرش حاجة منافية للاخلاق وحصل تغيير في المجتمع. يعني من وجهة نظرها ان البوس في الافلام والمناظر اللي ما ينفعش تتعرض على الشاشة ان ده تغيير من المجتمع مش حاجة غريبة او منافية للاداب ده بالنسبة لوجهة نظر الهم شهين. احمد فلوكس لما شاف تصريحها نزل على حسابه الخاص على الفيسبوك وكتب بعيد عن معزتك ممكن يا استاذة ما تتكلمش تاني في الكلام ده البوس بنعتبره حاليا منافي للاداب. طبعا امال امتى يا فندم نعتبره الشيء ده منافي للاداب وقال كمان طب سيبك مين ده كله الدين ايه الشاشة دي بتربي اجيال وبتشكل وجدان مش بتربي وخوش وده وجهة نظر احمد فلوكس وطبعا وجهة نظره تحترم لان فعلا الكلام اللي هو بيقوله كلام صح اما بالنسبة للفنانة الهام شهين فاحنا عارفينها ان ليها تصريحات غريبة وليها كمان كلام بعيد عن مجتمعنا هي بتعتقد به ورد عليها احمد فلوكس الرد ده وقال طبعا رده عجب كل الناس لان فعلا رده صريح ورده صح اما بالنسبة للفنانة الهام شهين فصرحت بالرد عليه برضو وقال ردا على كلامه وعلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك وقالت في تصريح انا اكبر من اني ارد اسلوب الكلام حقيقي لا يليك انه يطلع من فنان وانا شايفة اني اللي مش عاجبه الفن ما يتشغلش فيه ويسيبه هي رأي الفنانة الهام شهين ان هي مش هترد على الاسلوب ده وعلى الكلام ده لان الكلام ما عجبهاش لكن الكلام اللي هي بتقوله هو ده الصح وهو ده للمفروض يتقال ده من وجهة نظرها بس الجمهور طبعا ما عجبهوش الكلام ده وتصريح احمد فلوكس كان رد صادم للفنانة الهام شهين وكان عادة ما عجبهاش وكانت الفنانة الهام شهين مش اول واحد تهاجمه بسبب تصريحتها كان قبل كده من عرفة لما زوجها قال ان في مشاهد مش هينفع تعملها طبعا كانت اول واحدة الهام شهين صرحت وهجمت من عرفة وقالت نفس الكلام اللي قالته لأحمد فلوكس اللي ما يعجبهوش الفن ومش عجبه يسيبه طبعا هي وجهة نظرها لازم يكون في مشاهد خارجة وفي الفاظ خارجة والحاجات دي ما ينفعش تتعرض على الشاشة وخاصة ان فيه قسر كتيرة جدا بتتفرج وعمار مختلفة ما ينفعش تشاهد المشاهد دي ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جددنا اشتركوا في القناة